فإذن منشوف أنه في شهادة من الأنبياء ليسوع المسيح وهذه الشهادة هي دليل على مصداقية وعلى شرعية يسوع المسيح ومنها أحباء سلسلة نسب المسيح مش موجودة في أي سجلة في العالم لأي رجل عظيم لأي نبي في هذا الوجود مثل ما موجود في السجلات القديمة لشخص يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل الله ساهر على كلمته ليجريها فإذن التاريخ عم بيسير بخطة محكمة منساجمة لخيرنا ومنفعتنا أيضا فجاء المسيح في ملء الزمان لتتميم النبوات ولكي يقوم بالخلاص الكامل من أجل الجنس البشري وهذا الشيء بيشجعنا أنه مش بس سلسلة نسب المسيح تعطي الشرعية وتعطي المصداقية لهوية يسوع المسيح لكن أقوال الأنبياء من العهد القديم إلى سفر الرؤية واستجمعت كلها في آية صغيرة في سفر رؤية فإن شهادة ربنا يسوع المسيح هي روح النبوة فإذا هذه الشهادة اللي بيتكلم عنها الأنبياء بوسائل وبطرق متنوعة ومتعددة من خلفيات وحضرات كثيرة كلها لم تناقض بعضها فكلها استجمعت واستكملت في شخصية واحدة وحيد ألا وهو الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة